السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندك نقص فيتامين بيه 12 حتى لو كان شديد هقولك على علاق سحر وسريع ورخيص سعره تقريبا 7 جنيه و7 ريال هو حقن ديبوفيت بيه 12 ودي حقن فيتامين بيه 12 بتتكون من هيدروكسيكوبلامين وكل أمبول فيه 1.2 من 10 ميلي جرام من المادة دي طيب حقن ديبوفيت بيه 12 دي ممكن نستخدمها فيه ممكن تعالج حالات فقر الدم والأنيميا الحادة ونقص فيتامين بيه 12 وممكن تحسن من صحة الشعر ونضرة البشرة كمان بتعالج حالات الإرهاق والتعب وبتمنع الضعف والوزان للناس اللي بتعمل تخسيس بتعمل عظم من العشاشة وخصوصا للستات بعد سن الياس بتنشط الزكرة وتحسن من عمليات الانتباه والإدراك بتحسن الأداء العضلة للناس اللي بتلعب كمال أجسام وبتتاخد المريض اللي هيدخل يعمل عملية بتعالج التهاب العصاب الطرفية وتعالج ضعف الرؤية الناتج عن الإفراد في التدخين دي أهم عاشر إستخدامات لحقن ديبوفيد به 12 طيب حقن ديبوفيد به 12 ديت ممنوع في حالات أي ممنوع في حالات المرضى اللي عندهم حسيزية جديدة جدا من مكونات الحقن ممنوع في حالات الحملة والرضاعة والأطفال اللي Coca One طيب هل حقن ديبوفيد ب 12 دي لها مضاعفات أو أعراج جانبية ممكن تعمل أعراج جانبية خفيفة ممكن تعمل حكة وهرش وتورن في المكان ممكن تعمل زيادة وضربات القلب ممكن تعمل هبوط شوية في الضغط ممكن تعمل صداع في مؤدمة الراس وممكن تعمل ألم في المعدة والقولون لكن لازم تنتبه لحاجات معينة وانت بتاخد الحقن اللي هي الديبوفيد بي 12 أول حاجة لازم تاخدها بعد استشارة الطبيب عشان يقول لك الجرع لمناسبة لك والمدة اللي انت هتستخدمها تاني حاجة الحقن دي بتتاخد في العضل مش في الوريد تلات حاجة ما تاخدش الحقن دي إلا بعد ما تعمل اختبار حسيه عن طريق انك بتعمل اختبار تحت الجلد طيب الحقن دي بتتاخد إزاي زي ما قلنا بتتاخد بعد استشارة الطبيب لكن في الحالات اللي فيها نقص فيتامين بي 12 شديد بتتاخد حقن كل يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعد كده بتاخد حقن كل شهر لكن في الحالات العادية ممكن تاخد حقن كل أسبوع ده كل شيء عن حقن دي بوفيد بي 12 اللي موجودة في السوق واللي ممكن تستخدم في الحالات اللي احنا قلنا عليها وعرفنا كل حاجة عنها وعرفنا نسعرها 7 ريال للحقن الوحدة أو 7 جنيل للحقن الوحدة فبالتالي تعتبر رخيصة وفعالة وسريعة جدا لو كان عندك أي سؤال أوصف صار بخصوص الموضوع اكتب لي تحت في التعليقات وأنا هرد عليك بتبني يكون الفيديو عجبك وعفادك ولو عجبك وعفادك شعاره لغيرك بتبني ليكم الصحة والعافية كان معكم دكتور طريطوركي استشار جرحت العظام ولعناها بنقدم من قدم السكان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته